وخلال متابعته للاستعدادات النهائية العقدي مؤتمر المناخ بشرم الشيخ تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات الفندقية بشرم الشيخ والممشى السياحية واستمع رئيس الوزراء لشرح حول مستجدات أعمال ممشى السلام السياحية الذي يتم تنفيذه بطول ستة كيلومترات على الجنبين بطريق السلام لافتا إلى ما تم من أعمال توسعة للطريقة وكذا أعمال إعادة الرصف والمشيات والإضاءة والتنسيق للموقع العام كما تم استعراض ما يتعلق بالمحال التجارية بالممشى وشبكة الإنترنت المجانية